على نهج من سار إليك نواصل وتلك قوافين لقدس قوافل نقول فنسجي بالقريض حنيننا إلى القدس والأقصى القريب نحاول نحث قطانا نحو سوحك سيدي فمن ذاد عن حق التفرد باسل نكب وكاء الشوق عن فيض روحنا وتسلك آمالا إليك رواحل كأن حديث العاشقين لقدسنا زلال غدير والدموع جداول الحضور الكريم السادة الشعراء سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته يطيب لي أن أرحب بكم في رحاب مهرجان شعر القضية الفلسطينية مقاومة ثقافية ولأن الشعر كان ديوانا للعرب وهو اليوم السجل المعتمد لتوثيق الكلمة والموقف تقف الكلمات مهما أوتيت من قوة النثر والنبر عاجزة عن الترحيب بكم بما يليق بمقامكم وموقفكم سادة الأكارم انبثق المهرجان بدعوة كريمة من هيئة علماء المسلمين واختير له الأسبوع الأخير من شهر رجب لما فيه من متلازمة حدثين الأول معجزة الإسراء والمعراج والآخر هو تحرير القدس على يد القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي شعراؤنا من الأردن وفلسطين وسوريا والعراق وخير الركب أربعة حفظ الله هذه البلدان وأهلها من كل سوء وجعلنا وإياكم من شهود نصره بتحرير الأقصى وعودته إلى الأمة أول الاستهلال قمر بهي وشاعر كبير صاحب حضور طاغ يحبه كل من تعرف إليه فخم اللف جميل المعنى كريم النفس قوي الشكيمة أصيل الانتماء إنه الشاعر الأستاذ علي الفاعوري فليتفضل فالمنصة له أسعد الله وقاتكم زملاء وزميلات أعزاء وشكرا لقناة الرافدين شكرا كبيرة لهيئة علماء المسلمين في العراق وكل المحبة صوب الأقصى ولكل من قاوم مكتوب علني إلى صلاح الدين الأيوبي ها وجهك الآن يحتل السماوات فلا وجود لأنصاف الحكايات أخرج على وقتك المنسي معظمه لم يبقى للريح إلا بضع ساعات فلا العواصف قد تنجيك من دمنا ولا الكواكب في تلك المدارات ها نحن نحن حفات لن تغيرنا منابع النفط أو سود العباءات يحتلنا القهر والأعوام معسرة ننهي لنرتاح مأساة بمأسات لم يبقى منها سوى أسماء نعقيرها ونستظل بأحلام مضلات لم يبقى بيت على ما كنت تعرفه حتى الشوارع ضاقت بالمسافات لم يبقى ليل ولا صبح ولا رئة ولا دموع لنبكي في العزاءات لم يبقى ذئب بهذه الأرض قاطبة إلا استباح دموع المجدليات وما تزال بذات الكهف نائمة تلك العراجين تجدر النبوآت نستعطف الموت أن يجداز قريتنا ونحن في الأصل أشباه لأموات يا موت أبطئ فإننا لم نجد كفنا به نلوذ بأيام الجنازات أي الحياتين إن متنا ستقبلنا قيامة الله أم دنيا القيامات يا سيف أيوب يا سيف أيوب لا مكتوب نكتبه ولا حروف تعيد الأبجديات نقتات صبحا على عز جهالتنا ونذبح الخيل قربانا إلى اللات ونرتدي الوقت أثوابا مرقعة ونستريح على أنغام هيهات يا سيف أيوب مات الرمل واندثرت سنابك الخيل في وحل الإذاعات جف الفرات فلا نخل بشاطئه يذود عن دجلة المملوء آهات ولا السعيد الذي صنعاء جنته غدا سعيدا فتبا للمرؤات يا فاتح القدس لا تفخر بصحبتنا ولا تراهن على تلك الشعارات لعاصم اليوم من ماء ألم بنا ولا نجاة لتجار الخسارات قد وزعوا الليلة أحلاما مؤجلة حتى أفاق صباح الانكسارات يا كعبة الله فينا ألف أبرهة فما تفيد أبابيل الكهانات يا كعبة الله فينا ألف أبرهة فما تفيد أبابيل الكهانات وما تفيد صلاة السيف في يدنا إذا توضأ من ماء الخيانات للقدس نرنو ككل الحالمين بها فهل سنرجع قدسا بالهتافات القدس تعرف من للقدس فابتعدوا عن الطريق فها جيش السماء آتي فقد شبعنا صواريخا مدجنة وقد مللنا أكاذيب البطولات وقد عرفنا وجوه الخانعين هنا وقد عرفنا مفاتيح الشهادات للنار يومان فاصرخ بالرماد عسى تخلص السيف من غمد النذالات يا سيف حطين كدنا لا نصدقها حطين مجدك من هول الخيانات نكاد نكفر بالتاريخ نلعنه فلم يورث لنا إلا الروايات يا سيف حطين إما أن تعود يدا تمزق الليلة عن وجه المنارات وتطلع الصبح صبحا لا رياء به فقد نسينا تفاصيل الصباحات أو نكتفي بغبار كنت تجمعه ونستريح على باب الخرافات شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لأستاذ الشاعر علي الفاعوري على هذه القصيدة الرائعة شكرا لكم يا سيد الأقصى كفاك أفولا أفلا تطل على الدنا لتقولا قل للذين يطبعون خسئتموا إن المعالي لا تحب ذليلا قل للعروبة كيف يهنأ عيدها وبنوا قريضة يمنعون سبيلا شاعرنا الآن يرسم بالكلمات ويصور بفرشاته ما تعجز عنه الألفاظ يختار ألفاظه بعناية الخبير المتمكن كاتب وروائي محتفى به في المحافل ولسنا استثناء منها فلنحتفي بالشاعر الأستاذ محمد خضير فليتفضل المنصة له قصيدة التناقضات شعر شعر بلا شفتين أنجز ما وعد وحديثنا قمح الرحى هزل وجد وكأننا خيل مراكبها الثرى وكأننا في الماء بحر من زبد متناقضون متناقضون كأي وهم يشتهي أن تنجب النيران حبات البرد أن يقرأ المعدوم ما كتب الصدى فوق ارتعاشات الشقاء بغير يد أن يفهم المنفي حزن حمامة هزمت خيام الريح فانتصر الوتد متناقضون متناقضون كأي نقص طارئ في الإصبع الوسطى يفتش عن عدد متناقضون كعاشقين تهامسا خلف الكلام سدى ولم يأتي الولد متناقضون كأي حرب خاضها من مات في الطرقات كي يحيى البلد من حظنا لا سجن يسكن بيننا لا واشيا يمحو الظلام ولا رصد فإلى ما هذا الخوف يرجف حولنا والصمت وجه في مراياه ارتعد هذه الحياة هذه الحياة جوابها في موتنا والموت ما حمل السؤال إلى الأمد أيامنا أيامنا يومان واختلف بنا أمس بلا كفين يحملنا لغد متناقضون لأننا جمع أتى كغثاء سيل وهو يستجد المدد فهربت تتبعني الحياة وكلما آنست حبا في مناكبها ابتعد قلبي بلاد الناس قلبي بلاد الناس في حجراته وطن وأنثى وأنثى لا تموت ولا أحد أولمت ماء قصائدي لغريرة وشاربت نخبا من مآثره الحسد ولمحت في الفنجان دمعة شاعر فأقمت فوق غدير عيني الفسد لكن بكيت لكن بكيت غدا تغادرني الصبا وضحكت لما خان صاحبه الجسد شكرا أبدأت أستاذ محمد أخضير ولك العمر الطويل نساء صابرات ثابتات عن الأقصى السليم مدافعات يواجهنا الرصاص بكل عزم على رغم الشراسة صامدات يواجهنا اليهود مكبرات وهن الصادحات الداعيات فهل يبقى لنا عذر لنبقى على نوم وهن الصاحيات يطيب لنا حضور النموذج المحتذى به في الأدب النساء بشعرية راقية تدعو إلى الأخلاق والتزام المعاني العالية إنها الشاعرة أميم يوسف فمرحبا بها إلى المنصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر لهيئة علماء المسلمين في العراق وليقناة الرافدين والقائمين عليها وباقات ورد وشعر لهذه القامات الثقافية الكبيرة الشاهقة وللقدس أم السحاب أقول قلبي هنا قلبي هنا قد جاء من مدن الضباب ومضى يلملم تمتمات الدمع في عين السحاب ويصيح يهتفوه يا جبال القدس يا عهنا تشكل من رماد وجوهنا قد آن تمسح دمعها تلك القباب ونرى الوجهها اللامعات تلوح أقمارا وتنفد عن جبين الغيم آثار الغياب قلبي هنا قد جاء من مدن الضباب ومضى يلملم تمتمات الدمع في عين السحاب ويصيح يهتفوه يا جبال القدس يا عهنا تشكل من رماد وجوهنا قد آن تمسح دمعها تلك القباب ونرى الوجهها اللامعات تلوح أقمارا وتنفد عن جبين الغيم آثار الغياب حتى ما يسكننا الأسى حتى ما يهزمنا الحنين ونظل نهذي بالسؤال ولا جواب حتى ما نخدع ضلنا ونخدر الأحلام فينا ونسد في وجه الحقيقة الفباب لا جرح ينزف منذ بدء الخلق في تكويننا إلا كجرحا ليس تبرئه النوارس يستحيل فراشة حيرا يحرقها الحضور كما الغياب لا نور يؤنس وحشنا لا دفء يشلو بردنا لا من يشاركنا الخطى غاب الصحاب غابوا فنام الصبح عن إشراقه وتلعثمت في صوته لغة العداء لكن مكتين المبارك لم يزل يطوي السنين صموده والطور ينزف زيته زيتونه ومضى يعانق تفره ذاك التراب والسهل لم لم روحه ومشا يوذ الشوق يعدو عله تربت يداه مصافحا تلك الهضاب وأنا على آثاره يممت قلبي شطره لازلت أذرف غيمة فالقدس أم للسحاب شكرا جزيلا لشاهراتنا أميم يوسف كانوا شتاتا على غير الهدى مزجا بلا جناس ومن يشقى بهم زلجا فوضى البدايات منهاج لخاتمها من ضيع الدرب منهم صار منتهجا يأس غريب ونحن الآن لا أمل نسعى إليه ولا من تاه عنه رجا شاعر أصيل ملتزم شجاع بانتمائه ملتزم بثوابته قصائده يتغنى بها كل من سمعها إنه الشاعر الرائع راغب القاسم وبنا رغبة في حضوره إلى المنصة السلام عليكم ورحمة الله كنت في الماضي أشكو صرت أشكو وأشكو هدم الأعراب بيتي حرقوه ثم دكو اسم يافا صار يافو واسم عكا صار عكو ليتها مكة تبقى دون أن تصبح مكو شكرا جزيلا لأستاذ راغب على هذه القصيدة وإليك يا أقصى تحيات الأولى شهداؤهم صنعوا لك الإكليل أنت العقيدة وفق نص محكم لا يقبل التغيير والتأويل واشمخ بأبناء يرونك سيدا يا أيها المأسور دمت جليلا شاعرنا الآن أستاذ وأديب أكاديمي ناقد ماهر له حضور بهي في المشهد الأدبي الأردني إنه الشاعر الدكتور أنور الشاعر فليتفضل بإضحافنا ما لدي مساءكم شعر وخير ووطن عربي جميل وافر الشكر أقدمه لمحطة الرافدين والشكر الجزيل أيضا لهذه القامات البهية التي أتحفتنا بقدومها للاستماع قصيدتي بعنوان مدائن ترقص في مهرجان الريح مهرجان الريح هي ذكرى النكبة الخامس عشر من أيار عندما يقيم الصهاينا احتفالاتهم وهناك مدائن ترقص في هذه الاحتفالات وهي عبارة عن صفعة لمن جعلوا من التطبيع ثقافة وطنية بل واجبا قوميا لديهم وليس لدينا طبعا أقول فيها أستظل وأرنو لنجمة صبحا خلف الأسوار فتناجشني أرزاء معلقة في ذيل الإعصار يعبس الشيح في وجهي والأرز يطاردني فالغزالة رهن سواي والملح الأسود يرجمني ويقيد حور الطريق خطاي والصحراء تتبعني مثل ظلي كي لا أصرخ في وجه الريح السرايا حول سراب فوق الرمل والسراب يكثف ظله حول دمي فيوزعني للأرياف وللأطياف هدايا وخيلا ترقص في مهرجان الريح يرضى قمر الأقمار وتسكن ريح شمالية فوق خاصرتي والقلب جريح يا مدائن ترقص في مهرجان الريح يا مدائن ترقص في مهرجان الريح من يزرع ريحا لا يجني إلا الريح من يزرع ريحا لا يجني إلا الريح شكرا لكم شكرا للدكتور أنور الشعر على هذه القصيدة شاعرنا برتبة شيخ بروح شبابية حاضرة في كثير من المحافل الأدبية برتبة عين شعره صادق صارخ بفكرة الانتماء العربي هو الشاعر عبد الرحمن بيضين فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وأتوجه بالشكر إلى هيئة علماء المسلمين التي أعدت هذا البرنامج أنا قصيدتي عنوانها القدس والخليل ويافا والجليل ولكنها مهدات إلى الصديق الشيخ محمد أمين الجعبري الخليل وإلى روح معلمي الأول الذي علمني في الإبتدائية الأستاذ محمود الكرابلية رحمه الله كان هذا في الخمسينات أقول في كل يوم حادث وحريق تقس الحياة على الكرام تضيق ماذا يريد الخصم من عدوانه هل للخلاص وسيلة وطريق فالقدس تبكي حرقة وتألما فإلى متى التطبيل والتصفيق يافا تنادي أهلها ورجالها فيجيب من أهل الجليل غريق أين الذي قاد الجيوش لفتحها أين الإمام العدل والصديق حرم لإبراهيم دنسه العدى وكنيسة للمهد غال صفيق فبأي ذنب يدفعون نفوسهم أم وابن صاحب وشقيق وإلى متى يبقى العدو مهيمنا في كل يوم غارة وحريق أين العروبة والنشام أينه ما عاد شعب الضفتين يطيق تلك البطولة في الخليل وإنها لتقارع العدوان وهو طليق في صوت قنبلة وومضة طلقة قد لح فيها بارق وبريق فهم النشام أهلنا ورجالنا وهم الكرام معلم وصديق والسلام عليكم شكرا للشاعر عبد الرحمن بيضين على هذه القصيدة بطعم الفقد يا شام طريق الحر آلام يحار بحالنا وصف يحق القول أيتام فهل تدرين أن القوم أو باش وأوهام يترجم جرمهم صمت فحال الركب حاخام من سوريا شقيقة الوجع قسيمة العراق في المحن والشدائد جاء منها شاعرنا الراقي ياسر الأقرع تسجل له المحافل حضوره بكل حفاوة وتقدير فأهلا ومرحبا به بين أخوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا تنصروه أيقظتم الأسد الجريحة هيئوا أيقظتم الأسد الجريحة هيئوا إن القيامة إذ دنت لا ترجأ القدس قدس القابضين على المدى فإذا مررتم باسمها فتوضأوا تمتد في عمق الوجود جذورها ولها على هدب الكواكب موطئ سيظل أقصاها برغم جراحه قمرا على شرفاتنا يتلألأ سبعين عاما عتقت أوجاعها سبعين عاما عتقت أوجاعها جمرا بنبض عروقها لا يهدأ هي مارد التغيير هي مارد التغيير كم متسائل منذى على إيقاظه يتجرأ غضبت فأشعلت الجهات حرائقا غضب البراكين التي لا تطفأ نفضت رماد الصبر عن أكتافها وتوثبت من حيث لم تتنبأ نفثت رياح الموت في آجالكم فالتدرأ قدر المواجهة ادرأ في كل شبر ألف ألف جهنم ولكل ثأر ضحية خلق امرؤ صرخت بوجه القهر صرخة ثائر وإذا بكبرى المعجزات تتأطئ هي سطرت فوق النجوم قرارها ما ذنب أهل العز إن لم تقرأوا هي سطرت فوق النجوم قرارها ما ذنب أرض العز إن لم تقرأوا هذه فلسطين ارتوت أرواحنا في عشقها قل للطغاة تبرأوا هي وحدها تحمل حما ما همها من سارعوا في نصرها أو أبطأوا إن تخذلوا فالناصرون ثلاثة الله ثم الحق ثم المبدأ شكراً يزيلاً الآن الحضور عراقي حصة العراق في هذا المهرجان لكبيرنا شعراً ومقاماً صاحب القصائد الطوال ومعلقة العصر وخذني لبغداد خرج من خباء ليله هذا النهار ليحدثنا عن القدس والأقصى إنه الشاعر الكبير ما كن نزال فليتفضل مشكوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القدس وبغداد ودمشق وصنعا جراح الأمة أقدم بأبيات ثم أقرأ لكل مقاوم سجل اسمه في تاريخ هذه الأمة إنها مقاومة المجد المقاومة التي قاومت للمقاومة التي نامت من حرقة القدس حتى جرح أحوازي عييت أبحث عن حل لألغازي كسرت رمحي ولم يفلح نزيف دمي وما بذلت لطرد الظالم الغازي أدور حولهما والنار تأكلني مستلهما منهما شعري وإيجازي صنعاء تندب بيروتا ورونقها تدميهما فارس قهرا بمخرازي ومن كهوف بواشنطن حاقدة تشدق الحاقد الباغي بإعازي باتت شآم الندى قفرا وبحر دم موزع بين أقداح وأكوازي وجرح بغداد لم يحفظ لها ودقا تهميه إذ رتلت آيات أجازي القصيدة القصيدة الردى المتكى تمالكت نفسي واتكأت على الردى وأذخنت نزفي حين غالت بي المدى تمالكت أمري مدركا كنها ما جرى وأطلقت صوتا لم يرد له صدا ومازحت صحبي ساءة العصف ساخرا من الموت يسجي نابه الفضة أسودا أعانقه حتى كأني صديقه وأقتاده صوب الطواغيت مرعدا كأني لطوفان الفراتين ثالث جريت بماء أحمل المد مفردا ولم أكو إلا حاضر الحب حينما تغمدني الطغيان فيما تغمدا أحب بلادا كالجنان مروجها حري بما أعطت ندا أن يخلدا وأهلا هم المجد التليد وصحبة هم الخير كل الخير جمعا توحدا هم الصفوة الأعلام في ساحة الوغى وبيض أكف إن دعا هاتف ندى أحال دياجير الظلام إلى سنة يشع شموسا مشرقات على المدى إذا قيل جن فهو حق وواجب فإن جنونا في الصراع هو الهدى أقاموا لمن جاءوا بشر محافلا معازفها النبض العراقي أنشد قراهم رصاص الحق يودي بداهم غشوم على ظلم مقيت تحشد أحب بلادي تلك يا كون تهمتي وآليت أن أمضي عليها وأشهد مسيري إلى أخرى فحوى خرائطي فإن سرت كان الدرب بدوني ممهدا حنوت على دار التي دك صرحها ونخل التي آنت حطاما ممددا وجار الذي أردوه قدرا وغيلة ومئذنة لم تلف حيا مرددا صواريخهم بالحقد والشر عبئت لتغتان بستانا نظيرا ومسجدا صواريخهم بالحقد والكفر حملت لتقتل من يرجو اللقاء موحدا وحجية في حوش دار قديمة تسجت ولم تخلع عن الرأس شرغدا تيمم روحا شطر رب أحبها وآن لها أن تلتقيه فتسعدا أرعت لها والنار تشتد حولها يغالب صوتي حمس ثقر تشهدا وأسمعهم يعوون خلفي كأنهم ضباع على خوف تريد التأسدا وحوش من الأقطاع جاءوا ليفجروا ضربت لهم في ساحة الثأر موعدا بصدت لهم كف المنايا مناجزا وفي القلب سلم كل يوم انتجددا شكرا لكم أحسنتم وأجدتم أبوان مار ختام مهرجاننا هذا مسك زكي الرائحة فارس الكلمة أنيق المبنى والمعنى غادر زهوره التي ستموت في آذر واصطحب عشتاره بإشراقتها الجديدة وامتشق مرؤة وسيفة وجاء ليقول قصيدة في القدس هو الشاعر الأنيق محمد صيف فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم وضمخ بعطر القدس القدس ترف بأجنحة الجرح يا قدس ردي أجيبي صوت من نزفا ومن يئنه على شكوى هواك غفا يا قدس يا قدس ردي أجيبي صوت من نزفا ومن يئنه على شكوى هواك غفا فأنت فينا دم يجري وأوردة وقبلة كلما اشتاق الفؤاد وهافا حبيبة حبيبة عبق التأريخ ينسجها للحب سجادة صلى بها كلفة محمد هاهنا عليه الصلاة والسلام حبيبة عبق التأريخ ينسجها للحب سجادة صلى بها كلفة محمد هاهنا طاف البراق به أسرى به الله ليلا عندها وقفا صلى بكل نبي ثم غادرها صوب السماء يجوب الفلك والسقفا وراح يجني قطوف النور منبهرا إذ قاب قوسين أو أدنى بها دلفة الله الله ضاقت بنا يا رسول الله ما اتسعى الدنيا فمسراك عار يرتد الشضفة والقدس مذبوحة تعتاد آسرها تعاقر الحزن حتى أدمن الدنفة والأهل فيها يلوك القهر لحظتهم ودمعهم يرسم البلوى إذا ذرفا شاد اليهود على أحزانها وطنا للحقد واستعبدوا أهدابها صلافا جاءتك يا قدس من شتى الدنى زمر ملعونة تحمل الأوهام والخرف عاشوا السنين بحارات مغلقة يجنون فيها الربا والسحت والجيئف جاءوا لذبحك يا مسر الرسول ولم يزل مسيحك يروي ظلم مقترفا أدمت معاولهم أرض السجود وما كف النجاسة حتى دنسوا الصحفا حاكوا الأساطير والأحلام ظنهم بأنها كذبا تبني لهم شرفا ويبحثون بقلب الأرض عن أثر صاغوا له قصصا شتى ومن كشفا يستنطقون ثراها عن خرافتهم فلم يكن بالذي يبهون معترفا لم تعلن الأرض إلا ما يؤرقهم فحيثما نقبوا لا كل أساء أسفا لم تعلن الأرض إلا ما يؤرقهم فحيثما نقبوا لا كل أساء أسفا والظلم عمدنا فالكون منقسم فبعضهم لا دخلف الصمت ويحرمون الضحايا وانباكيا أسفا متى 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 نحث خيول الزحف جامحة فالشوق أتعبنا والزحف ما أزفا متى متى نحث خيول الزحف جامحة فالشوق أتعبنا والزحف ما أزفا يا قدس إن كؤوس الحزن تدمننا وحلمنا قبل أن يروي الضمى خطفا شكرا أحسنتم أبو خطاب على هذه القصيدة الرائعة وفي الختام لا يسعني إلا أن نتوجه للأخوة الشعراء بالشكر الجزيل والعرفان العميم على هذا الحضور ولكم سادة الحضور كامل الشكر والتقدير وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله في صحبة الكلمة والموقف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة